فخلق الانقسام في الأوطان هو سياسة استعمارية سياسة خبيثة ينفذها أعداء الدين وأعداء الوطن من اليهود والنصارى على مختف مسمياتهم ويساعدهم في تنفيذها هنا الخوانة الخوانة الذين أضروا بالأمة منذ بداية البعتة الإسلامية افتحوا كتب التاريخ لا أريد منكم أن تقروا عن ما حدث لكل الإمبراطوريات وكل الحضرات عبر التاريخ ركزوا فقط حول الخلافات الإسلامية والدول الإسلامية كل الدول الإسلامية كل الخلافات نهاية بالخلافة العثمانية وسقوط السلطان عبد الحميد كلها سقطت عبر الخوانة لم تسقط بحروب مباشرة من أعداء الله إنما على يد الخوانة